قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي مثل كل ستين ثانية في مشاريع ويكي ميديا أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال كيف تعمل ويكي بيديا؟ ويكي بيديا هي موسوعة حرة يستطيع الجميع تحريرها فهي موجودة ضمن رؤية لعالم يستطيع الجميع فيه أن يشاركوا المعرفة الإنسانية بحرية هناك ما يقرب من ثلاثمائة ألف متطوع مثلك من جميع أنحاء العالم في كل شهر ليكتبوا المحتوى ويحريروه ويحدثوه ويناقشوه ويتحققوا من وقائعه وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية ويدأب هؤلاء المتعاونون والمساهمون والمبدعون على تبويب وجمع المعلومات الدقيقة والمحايدة والموثقة والمتاحة للجميع لسهولة الوصول إليها واستخدامها وهذا ربما قد يكون السبب في أن تصبح ويكي بيديا إحدى القبلات الأولى على الإنترنت ليتجه إليها الراغم في تعلم أي شيء وهذه المقالات التي يحريرونها تقرأ أكثر من 16 مليار مرة شهرياً نعم مليارات وغالباً ما تصبح المعرفة التي ينشئونها مصدراً للمعلومات التي تغذي بعض محركات البحث الأساسية والمساعدين الصوتيين الافتراضيين وهذا شرح لكيفية عمل ويكي بيديا في دقيقة فقط هل لديك دقيقة أخرى؟ يرجى مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة